بعدما وصف بحرب الخرائط بين لبنان وإسرائيل بدأت الحرب الكلامية بين الجانبين إسرائيل تتهم فريق التفاوض اللبناني بتغيير موقفه مراراً في عملية ترسيم الحدود البحرية جنوباً ليرد لبنان سريعاً بأن الموقف اللبناني ثابت لم يتغير الاتهامات الإسرائيلية تأتي بعد أربع جولات من التفاوض غير المباشر بين البلدين من دون إحراز أي تقدم ملموس وفي ظل خلافات في وجهات النظر حول نقطة انطلاق عملية الترسيم والمساحة المتنازع عليها المتوقع أن هذه المفاوضات الطول وليس ستكون سهلة أبداً لأنه لليوم بعد كل الجولات اللي صارت ما في اتفاق على المنهجية اللي بدأت الطبع يعني هل بدأ نطلق من 860 كم مربع أو أنه بدأ يكون فيه فتح للخرايط وترسيم للخرايط من أول وجديد توقع أن المفاوضات راح تطول وكلما طالت المفاوضات كلما فيه هونيك خطر أنه السياسة تدخل ويصير فيه تعطيل أو توقف لهذه المفاوضات تحت أي حجة كانت رفع لبنان صقف مطالبه في المفاوضات التي انطلقت في مقر اليونيفل في النقورة جنوبي البلاد منتصف أكتوبر فبعد أن كان يطالب باستعادة 860 كم مربعاً حسب ترسيم تم عام 2011 بات اليوم يفاوض لاستعادة 2290 كم مربعاً وفق الغرائط والإحداثيات الجديدة بيهمون أكتر شيء الإسرائيليين اليوم أنه يربحوا كريش ما يخسروا كريش معركتهم هي اليوم معركة المحافظة على كريش مشان هيك بيهمون أنه يرجع لبنان يتراجع عن موقف اللي هو ماشي اليوم عليه والمبنى مفاوضاته عليها اللي هي أنه من رأس النقورة ولا تأثير لجزيرة تخليل يرى المراقبون أن لبنان وسع دائرة المطالب للحصول على مكاسب أكبر خلال التسوية التي يمكن التوصل إليها لكنهم يستبعدون إمكانية إحراز خرق في الملف قريباً نظراً للخلافات الجوهرية بين الجانبين جولة جديدة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل متوقعة في الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل ولبنان متمسك بمطالبه بانتظار انطلاق مرحلة التسويات والتنازلات لاريساونسكاينيوز عربية بيروت ترجمة نانسي قنقر